قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم هذه البطاقة الرابعة وهي بعنوان دأب الصالحين في أيام عشر دي الحجة وقد كان دأبهم رحمهم الله تعالى علماء الأمة طبعا في هذه العشر هو التفره من الشواغل والإقدام على العبادة ولذلك يجب علينا أن نرجع إلى آتارهم ونقتفي هديهم وسننهم في ذلك وما أجمل كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وللتنبيه هناك من يخلط بين ابن الجوزي وابن الجوزية ابن الجوزي ليس هو ابن الجوزية ابن الجوزية هو ابن قيم الجوزية وإذلك نقول ابن قيم الجوزية الجوزية هي مدرسة مثل ذلك القرآن كان أبوه أي الأب دي ابن القيم كان يشرف على التدريس فيها أو يشرف عليها فينسب ابن القيم لا نقول نقول قال ابن قيم الجوزية أي القائم ابن القائم على هذه المدرسة وإذا أردنا أن نقول قال ابن القيم ما نقول قال ابن القيم الجوزية لا خطأ نقول قال ابن القيم وإذا قلنا قال ابن الجوزي فهو علم آخر ليس هو ابن قيم الجوزية المهم فيقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ناصحا لنا ولغيرنا قال وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم والاستكتار من مطالعة كتبهم رؤية لهم للوقوف عند سير الصالحين وإدمان النظر في أحوالهم وأخبارهم في مواسم الطاعات مما يشهد الهمم ويحط على التأسي ويغرس في النفوس الاندفاع إلى نحو أشرف المقامات السامية في السير إلى الله تعالى بأنواع من الطاعات فالطبع منقاد يقال وصدق من القائل وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التأسي طيب كلام بن قيم ينتهي عند قوله من مطالعة كتبهم ورؤية حالهم فالمقصود أن الوقوف على آتر السلف مما يشهد الهمم ويدفعها ويحفزها إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهم فالطبع جداب وإذلك يقولون كترة المساس تلهب الإحساس ومطلوب أو التأسي بالغير هو شيء مطلوب في الجبلة فلذلك ينبغي أن نقرأ ونطالع في صفحات التاريخ عن أيام السلف الصالح وأحوالهم حتى نتطبع بأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وقال بعضهم الحكايات جند من جنود الله يتبت الله بها قلوب أوليائه طبعا الحكايات الصحيحة وأما اختراقها واختراعها فهذا كذب وقال أبو عثمان النادي كانوا يعظمون ثلاثة عشرات ثلاثة عشرات كانوا يعظمون ثلاثة عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من جيل حجة والعشر الأول من المحرم إذن ثلاثة عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من جيل حجة والعشر الأول من المحرم فإن لأئمتنا فإن لأئمتنا نظرة خاصة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فيما تقدم هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر من دي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقد عظم الصالحون أيام عشر دي الحجة أيما تعظيم وعمروها بالأعمال الصالحة والأقوال الحسنة وقدروها حق التقدير لتقدير النبي صلى الله عليه وسلم ويبرز ذلك من خلال أحوالهم التي نقلت إلينا من تلك الأحوال إيقاف التنسي في أيام العشر حتى يتحقق تمام تمام التقدير وحسن الاستقبال للأيام المباركة ورأى بعض أئمة المحددين عدم عقد مجلس التحديد سبحان الله من الاستعداد لهذه العشر وهو عدم عقد مجلس التحديد في أيام العشر رغبة في اغتنام الأوقات بالجد والتشمير قال الأسرم وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد أتينا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في عشر الأضحى فقال فقال قال أبو عوانة كنا نأتي سعيد الجرير في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات وابن آدم إلى الملال ما هو وإنما روى الإمام أحمد هذه الحكاية لتلامديه في هذه المناسبة على وجه التأسي ومن الاستعدادات التحفظ من جرح الرواة في أيام عشر دي الحجة فجرح نقاد الحديث للروات يعني القدح في عدالتهم أم اتهامهم أو كشف كذبهم أو فسقهم أو غير ذلك وهذا مما تنزى عنه العلماء في هذه العشر وكذلك تميزوا فيها بقوة العبادة فقد كان دعبهم من أول شعاع أيام العشر المباركة إلى آخر رحظتها هو التقلب بين أنواع العبادات والطاعات ومجالس ومجاهدة النفس على حسن استثمار الليالي والنهار لتكون أحوالهم إلى عمل صالح وقول حاسن وما أبرز دعبهم في هذه الأيام من قيام الليل في عامة في قيام الليل في عامة هذه الأيام وإن كان دعبهم وديدانهم قيام الليل طيلة السنة لكن قيام الليل عنده نكهة خاصة وعنده مزي خاصة في هذه الأيام وتتأكد قوة عزمهم عليه في كل أزمنة لكن في هذه الأزمنة تزداد الرغبة والعزم فيه فلذلك كان التابع سعيد بن جبير إذا دخلت أيام العشر يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا حتى يكاد لا يقدر عليه وكان يقول لا تطفئوا سراجكم ليالي العشر تعجبه العبادة وكان الحافد بن عشراكر يعتكف في شهر رمضان وعشر دي الحجة وكذلك من دعبهم في هذه الأيام الاكتار من الأذكار والتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح وشعارهم قوله تعالى ويدكر اسم الله في أيام المعلومات قال ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر وكان الناس بما فيهم الصحابة الكرام يكترون التكبير في هذه الأيام بألسنتهم وقلوبهم وينوعون بين الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في الأماكن العامة والخاصة بأصوات مرتفعة وعن تابت البنان قال كان الناس يكبرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم يكبر الناس في الأسواق في العشر ومن دأب السلف الصالح الحرص على الصيام في هذه الأيام كما تبت عن أئمة التابعين من أمتال محمد بن سيرين ومجاهد وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس يصمون العشر كله بل كان عطاء يتكلف صيامها لشدة رغبة في اغتنام خير الأيام وكان الحسن البصري يكره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلى العشر سبحان الله كان يكره أن يقضي الإنسان يعني أن يتطوع بالصيام وعليه القضاء إلا في العشر فكان يرى أن يصومها وإن كان عليه قضاء نظرا لمزيتها ولذلك كان ابن سيرين سعيد بن جبير يقول أيقضوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة وهذا لورود الحديث الخاص في فضله وكذلك من أعمالهم العمرة ومناسك الحج في أيام فاضلة ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول عمرة في العشر الأول من دي الحج أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقية وعن أبي معن قال رأيت جابر بن زيد وأب العالي اعتمر في العشر وهكذا تنافس الصالحون في هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة دون كلل وملل حيث لا تكاد تنقطع لهم عبادة في ساعات اليوم والليلة اغتناما للوقت وغير ذلك فهذه سير أو بعض سير وحكايات السلف رحمهم الله تعالى لما كان عليه من اغتنام هذه الأوقات والتحفيز لنا في دراسة سيرهم لكي نقتدي بهم فتشبه بالكرام إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته